توجهت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخلص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية أبرزهم الباحث باتريك زاكي والمحامي محمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية وتثمن تنصيقية شباب الأحزاب موقف الرئيس السيسي الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأي اقتلافات أيدولوجية أو سياسية ويعد صدر القرار الرئاسي رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية